مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونيسكو يقدم حكايات عبر الزمان اشتهرت مدينة دمشق بانتشار المقاهل العامة في أحيائها يأمها الرجال دون النساء يمدون فيها بعض أوقاتهم فيتبادلون الأحاديث والأخبار كما يتبادلون ضيافة الشاي والقهوة ويلعبون النردة ويدخنون النرقيلة وفي بداية القرن العشرين كان الكثير من هذه المقاهي يصطديف الحكواتي وخاصة منها مقاهي أحياء الصالحية والعمارة والميدان والحكواتي هو الشخص الذي يحفظ الحكايات ويلقيها عن ظهر قلب أو يقرأها من الكتاب أما حكاياته فينطقيها من السيار الشعبية المتداولة مثل تغريبة بني هلال وسيرة الزير سالم وقصص ألف ليلة وليلة أما سيرة عن ترب شداد فهي الأثيرة لدى رواد المقاهي والأقرب إلى أفئدتهم وتروى باللغة الفصحى ستة أشهر في السنة عندما يحين موعد الحكواتي وهو عادة بعد صلاة المغرب يترك الرجال والشباب بيوتهم متجهين إلى المقاهي لسماع الفصد اليومي من مغامرات عن ترى ويروى أن أهل حي الميدان كانوا يزينون المقاهي حين يقترب موعد زواج عن ترى في الحكاية ولا يقتصر نشاط الحكواتي على المقاهي بل كان يذهب أحيانا إلى بيوت الميسورين ليروي حكاياته وخاصة في شهر رمضان المبارك حتى تتمكن النسوة والفتيات من الاستمتاع بسماعه أما قصة الحمصي الواردة هنا فيقال أن أحداثها وقائع حقيقية جرت في إحدى الحارات الدمشقية ومقهى النوفر الذي اخترناه ليكون مسرحا لحكايتنا هو من أشهر المقاهي الدمشقية حاليا يقع على بعد خطوات من الباب الشرقي للجامع الأموي الكبير ولا زال هذا المقهى يقدم اليوم حصة مسائية للحكواتي يحضرها الهوات وبعض السواح كان أبو محمود يعمل منجدا وقد أخذ مهنته هذه عن أبيه أما مساء فهو حكواتي في مقهى دمشقي يدعى مقهى النوفر على بعد أمتار من الباب الشرقي للجامع الأموي أما كيف أصبح أبو محمود حكواتيا فتلك حكاية أخرى في أحد الأيام وقع بين يدي أبو محمود كتاب يروي سيرة عن تراب شداد فارس بني عبس وشاعرها ولشدة إعجابه بتلك السيرة قرأها عشرات المرات حتى حفظها عن ظهر قلب مرة وبينما أبو محمود يقضي كعادته ساعات المساء في مقهى النوفر وإذ به يرى صاحب المقهى في حيرة من أمره ولما سأل عن السبب عرف أن الحكواتي قد سافر فجأة دون أن يترك خبرا عن موعد عودته عندئذ عرض أبو محمود على صاحب المقهى بأن يحل تلك الليلة محل الحكواتي ولم يكن لصاحب المقهى من خيار إلا الموافقة اعتلى أبو محمود كرسي الحكواتي وبدأ يقص حكايته على الجمهور استطاع أبو محمود في تلك الأمسية أن يشوق الجمهور وأن يقنع صاحب المقهى بموهبته في سرد الحكايات وهكذا تفق الرجلان على تكرار التجربة حتى أصبح أبو محمود هو حكواتي مقهى النوفرة يأتي إليها يوميا وكان لأبي محمود صديق عزيز من أهل حمص لذلك كان يدعى بالحمصي هذا الأخير كان يحب عنترة بشكل لا يوصف يأتي يوميا إلى مقهى النوفرة لسماع سيرته في أحد الأمسيات وبينما أبو محمود يروي أحد فصول سيرة عنترة وقد وقع هذا الأخير في الأسر سمع أبو محمود أذان العشاء فأغلق كتابه كعادته واعدا جمهوره بإكمال حكايته في اليوم التالي خرج الحمصي من المقهى مكفهر الوجه يترنح في الأزقة غير مصدق بأن عنترة معبوده الأثير قد وقع في أيدي الأعداء دخل الحمصي بيته فاستقبلته زوجته بالترحاب لكنه تجاهلها وعندما أعدت له طعام العشاء رفض أن يأكل أو أن يشرب وظل طوال الليل مستلقيا على الفراش لا يأتيه نوم كان يشعر بالذنب كيف ينام ويترك حبيبه عنترة يعاني الأسر كانت الدقائق تمضي ببطء شديد وهو يفكر ماذا بإمكانه أن يفعل ليخلص عنترة وفجأة استقام واقفا واستل سكينا من المطبخ وخرج قاصدا بيت الحكواتي علّه يخلص بها عنترة وعندما وصل إلى هناك ضرب الباب بقوة فأيقضه سأل أبو محمود عن الطارق فأجابه أنا الحمصي قم افتح لي الباب كيف يأتيك نوم وقد وضعت عنترة في الأسر بحق صداقتنا قم فأخرجه وسأعطيك حالا ما تحصل عليه من الجمهور في ليلتين اثنتين ردخ الحكواتي أبو محمود أمام إلحاح الحمصي وأدخله بيته فأكمل له الحكاية حتى خروج عنترة منتصرا وقد التقى بحبيبته عبلة بنت مالك وهنا زفر الحمصي زفرة طويلة كمن أزاح جبلا عن صدره قام الحمصي فشكر صديقه وحاول أن يعطيه أجره لكن أبو محمود رفض قائلا وأنا لم أستطع النوم وعنت رسجين الأعداء فضحك الرجلان استأذن الحمصي وخرج تغمره نشوة في الطريق إلى البيت شعر الحمصي بالجوع وبحاجة شديدة إلى النوم دخل المطبخ ووضع سكينه وهم ليأكل شيئا لكن النعاس غلبه فنام في المطبخ في صباح اليوم التالي استيقظ الحمصي من النوم متأخرا على غير عادته فقبل زوجته معتذرا عن تصرفه ليلة البارحة وحكى لها عما جرى له البارحة فسامحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر